السلام عليكم يا شباب النهار ده بقى انا جايب لكم خبر من دهب خبر اول مرة هتسمعوا انتوا عارفين ان وصائق الكمبيلة الهيدروجينية ضعت قبل كده ممكن تنسى المكان اللي انت ركنت فيه العربية مثلا او المفاتيح بتاعتك او الموبايل بتاعتك بس مستحيل تبقى وحش لدرجة عالم الفيزياء اللي ضيع الوصائق السغية بتاعت الكمبيلة الهيدروجينية سنة 1953 جون ارشي بارت ويلار كان رائد في الفيزياء اشتغل في مجال نظرية الكمة والانشطار النووي زائد ان هو بيرجع له الفضل في ابتكار مصطلح الصغب الاسود من مغامراته اللي مش مشهورة قوي هو اختفاء ملفات حساسة بتوصف اختبارات الكمبيلة الهيدروجينية وبتخيلوا كده ضيعها فين؟ ضيعها في حمام وهو راكب قطر تم الاعلان عن ملف الاف بي اي التابع لويلار بموجب قانون حرية وصول المعلومات وكرر الكس الاستاذ في معهد ستيفنس للتكنولوجيا اللي حصل في رحلة القطر المشؤومة دي طبعا الكلام باتنشر في 1 ديسمبر سنة 2020 في مجالة فيزيكس تو داي في الاربعينات من الكرن الماضي والعلماء طواروا اولكمبيلة زرية وبقى عندنا سلاح القدرة التدميرية بتاعته غير مسبوكة وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية التانية استمرت الابحاث عنكمبيلة هيدروجينية بيحفزها الاندماج الزري والاندماج الزري عملية بتولد انفجار اقوى بمئة مرة من الانفجار بتاع الكمبيلة الانشترية اللي واقعها مرة على هوروشيما ومرة على ناجزاكي والابحاث دي كانت في ايد العالم ولر وبعد كده اختفت تماما وفقا غارشيف الجيش الامريكي اختبروا اول كنبيلة هيدروجينية في نوفمبر سنة 1952 في جزر مارشل جنوب المحيط الهادي قوة الانفجار كانت الفضاع في قوة الكمبيلة الزرية لدرجة ان الجزيرة اللي اتعامل فيها الاختبار اتمحت من الوجود طبعا كتير جدا من العلماء والمسؤولين الامريكيين اعترضوا على السلاح ده لكن مؤيدين الكمبيلة كانوا شايفين ان لازم امريكا يبقى معها سلاح قوي علشان لو حصل حاجة من الاتحاد السوفيت طيب ايه اللي حصل بقى في رحلة الارتر ولر حط الورق ده في ظرف ابيض وركب الارتر اللي رايح بغينستون الساعة 9 بالليل وقال في التحقيق ان هو طلع الورق من الظرف الابيض وقراه وهو في المكسورة بتاعته قبل ما ينامه ولما صاح الصبح حط الظرف الابيض ده في ظرف اكبر منه ودخل الحمام ولما رجع تاني للمكسورة افتكر ان هو نسي الورق في الحمام وراح تاني الحمام لقى الظرف الكبير بس مفيش جواه حاجة قاعد يدور طبعا كتيره بس ملاقاش حاجة خالص فراح مبلغ مكتب التحقيق الفيدرالي طبعا عمله وكزم وقابلة في الاترة وفككه الكراسي حتة حتة علشان يلقوا الورق تحقيقات وكل حاجة اكتشفوا ان الموضوع ده ملوش اي علاقة بالتجسس لا هو كان قادس عارض جدا تاني حاجة نعايز اكلمكم عليها ان العلماء حلوا مسألة تعتبر الاقدم في تاريخ الفيزياء الفلكية من 350 سنة وصل العلماء لحل احصائي لمسألة الاكسام التلاتة لنيوتن يعني كيفية تحرك تلات اكسام في الفضاء بطريقة تتوافق مع قوانين الحركة والجاذبية ودي تعتبر اقدم معضلة في تاريخ الفيزياء الفلكية ومع ان الباحثين في الدراسة الاخيرة ما وصلوش للحل القطع بس قربوا كتير قوي من الحل وضعا طريق صيرة احصائية من سيناريوهات محددة الباحثين اطلعوا على ابحاث قبل كنا كانت معمولة على مضار كارنين وطرحوا فكرة الانظمة الفوضوية غير المستقرة سلسية الاكسام وفي النهاية واحد فيهم بيتطرد وبيسيب رابطة صناقية بين الجسمين الباقيين بس الباحثين اقرب ان هما ما وصلوش لحل ضقيق نهائي بس طوروا طريقة احصائية صح بتفسر اللي بيحصل في مرحلة الانتقال من الثلاث اجسام للجسمين وده طبعا هيساعد علماء الفيزياء ان هما يتصوروا الاعمالية المعقدة دي ولما كانوا توقعتهم بنماذج متصممة حاسوبيا علشان تحاكي حركة الاكسام الفعلية لقوها منتطبقة درجة كبيرة جدا طبعا التلت كونيب بتقول حركة اللي عملهم نيوتن سنة 1687 كلنا عرفانا ليوتن وصل فيهم لبعض المبادئ الكونية الاساسية بس وجهته صعوبات وهو بيطبق القواعد دي على الارض والامر والشمس وطبعا دول الاكسام السلاسية الاساسية في حياة البشر كلهم وبقى صعب تعقل تلت اكسام باستخدام القواعدة الرياضية بعد اكتشاف الباحثين تعديلات على الحالات الخاصة فوصلوا لصيرة عامة علشان يحلوا مسألة الاكسام التلاتة الموضوع عامل زي تطبيق حاجة رياضية على تأثير الفراشة كده في فوضوية كبيرة جدا ما تقدرش تتعقبها علشان كده الباحثين استخدموا فرضية اسمها الاحتمالات او فرضية المسغانية بتعبر عن نظام حركي بتتكرر فيه الحركة نفسها مع تكرار الزمن الموافق لحدثها وده طبعا بعد استكرار الحركة دي وفيه امثلة عليها تضفق المياه في انبوبة وحركة بندول الساعة باستخدم الباحثين الفرضية دي علشان تساعدهم على الوصول لاجوبة وهو مبدأ المتوسطات الحسابية علشان يتوقعوا اللي يحصل في نظام موين والاهم من ده مع مرور الزمن بيقل ارتباط العمليات المسغانية بحالتها الابتدائية اهمية الحل الجديد انه بيساعد العلماء على فهم سلوك الجسمين في مسألة الاكسام التلاتة عن طريق سيناريو هاك كده مثلا نوخدنا ان فيه تلات سكوب صودة بيدورها حوالين بعض فطبعا المضارات بتاعتها هتبقى غير مستقرة وحتى بعد ما واحد يوم يترد هنفضل مهتمين بالعلاقة اللي بين الاتنين البقيين اخر حاجة عايزة كلمكو عليها هي الفيزياء الجزائية ودي بقى فكرة عامة عن الخواص الفيزيائية للجزائيات والتفاعل الكيمياء اللي بيحصل بين الزرات وحركتها جوه الجزائيات طبعا احنا عارفين ان الجزائي بيتكون من الزرات في كل زرات بيبقى فيه نواب اللي بتتكون من بروتونات ونيترونات والالكترونات اللي بتتحرك في مدارات مختلفة حوالين النواة طبعا الفيزياء الزررية اللي بتدرس نواة الزررة اللي بتتكون من بروتونات ونيترونات زائد الالكترونات مالهاش علاقة بالنواة دي الزررة طبعا احنا عارفين ان هي متعدلة الشخنة وده بسبب ان البروتونات لجوه النواة موجبة الشخنة والالكترونات سالبة الشخنة لكن النيترونات دي فتعتبر متعدلة الشرن علشان كده السالب والمجب بالغبار علشان كده بنلاقي عدد الالكترونات والبروتونات متساوي في النواة المجموعة الكل للنيترونات اللي هو عدد النيترونات بنرمزله بالرمزة N والعدد الكل للبروتون زائد النيترون اللي هو الكتلة الزرية بنرمزله ايه بتساوي؟ N زائد Z الزد طبعا اللي هو عدد البروتونات المشكلات بالزرية بتبقى في حي صغير جدا اسمها نطاق أنجسترون ودي واحدة قياسية طولية 1 من 100 مليون من سنتيمتر وعلشان ندرس الفيزياء الجزائية لازم نهتم بالتحليل الطيفي والانتشار الجزائي دول أساس التقنيات علشان نحصل على مفهوم واضح عن الخواص الفيزيائية والتربط الكيمياء اللي بيحصل بين الزراج جوه جزائيات المادة فالأبحاث هنا ممكن تتعمل في الفيزياء والكيمياء مثلا في المجالات المختلفة للكيمياء الفيزيائية الفيزياء الجزائية بترتكز مجالات البحث على التركيب الإلكتروني والديناميكا الجزائية والتحليل الطيفي ونشاط وحركية التفاعل والمواد المكسفة وحاجات كتير جدا لحد ما خلصت حلقتنا والمصادر بتوقع تقطع السلام عليكم السلام عليكم الشباب النهاردة بقى انا جايب لكم خبر من دهب خبر اول مرة هتسمعوه انتو عارفين ان وصائق الكمبيلة الهيدروجينية ضعت قبل كده انت ممكن تنسى المكان اللي انت ركنت فيه العربية مثلا او المفاتيح بتاعتك او الموبايل بتاعك بس مستحيل تبقى وحش لدرجة عالم الفيزياء اللي ضيع الوسائق السرية بتاعت الكمبيلة الهيدروجينية سنة 1953 جون ارشي بارت ويلر كان رائد في الفيزياء اشتغل في مجال نظرية الكمة والانشطار النووي زائد ان هو بيرجع له الفضل في ابتكار مصطلح الصب الاسود من مغامراته اللي مش مشهورة اوي هو اختفاء ملفات حساسة بتوصف اختبارات الكمبيلة الهيدروجينية وبتخيلوا كده ضيعها فين ضيعها في حمام وهو راكب قطر تم الاعلان عن ملف الاف بي اي التابع لويلر بموجب قانون حرية وصول المعلومات وكرر اليكس الاستاذ في معهد ستيفنس للتكنولوجيا اللي حصل في رحلة القطر المشؤومة دي وقعنا الكلام با 12 في 1 ديسمبر سنة 2020 في مجالك فيزيكس توداي في الاربعينات من القرن الماضي والعلماء طواروا اول كنبيلة زرية وبقى عندنا سلاح القدرة التدميرية بتاعته غير مسبوكة وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية التانية استمرت الابحاث عن كنبيلة هيدروجينية بيحفزها الاندماج الزري والاندماج الزري عملية بتولد انفجار اقوى بمئة مرة من الانفجار بتاع الكنبيلة الانشترية اللي واقعها مرة على هوروشيما ومرة على ناجزاكي والابحاث دي كانت في ايد العالم ولر وبعد كده اختفت تماما وفقا لأرشيف الجيش الامريكي اختبروا اول كنبيلة هيدروجينية في نوفمبر سنة 1952 في جزر مارشيل جنوب المحيط الهادي قوة الانفجار كانت الف ضعف قوة الكنبيلة الزرية لدرجة ان الجزيرة اللي اتعامل فيها الاختبار اتمحت من الوجود طبعا كتير جدا من العلماء والمسؤولين الامريكيين اعترضوا على السلاح ده لكن مؤيدين الكمبيلة كانوا شايفين ان لازم امريكا يبقى معها سلاح قوي علشان لو حصل حاجة من الاتحاد السوفيت طيب ايه اللي حصل بقى في رحلة الاطر ولر حط الورق ده في ظرف ابيض وركب الاطر اللي رايح بغينستون الساعة 9 بالليل وقال في التحقيق ان هو طلع الورق من الظرف الابيض وقراه وهو في المكسورة بتاعته قبل ما ينام ولما صاح الصبح حط الظرف الابيض ده في ظرف اكبر منه ودخل الحمام ولما رجع تاني للمكسورة افتكر ان هو نسي الورق في الحمام وراح تاني الحمام لأ الظرف الكبير بس مفيش جواه حاجة قاعد يدور طبعا كتيره بس ملاقاش حاجة خالص فرح مبلغ مكتب التحقيق الفيدرالي طبعا عمله وكزم وقابلة في الاطر وفككه الكراسي حتة حتة علشان يلقوا الورق وعينه كمان عملاء علشان يبحثوا في مصاري الاطر وبعد انتهاء التحقيقات وكل حاجة اكتشفوا ان الموضوع ده ملوش اي علاقة بالتجسس لا هو كان قادس عارض جدا تاني حاجة نعايز اكلمكو عليها ان العلماء حلوا مسألة تعتبر الاقدم في تاريخ الفيزية الفلكية من 350 سنة وصل العلماء لحل احصائي لمسألة الاكسام التلاتة لنيوتن يعني كيفية تحرك ثلاث اكسام في الفضاء بطريقة تتوافق مع قوانين الحركة والجاذبية ودي تعتبر اقدم معضلة في تاريخ الفيزية الفلكية ومع ان الباحثين في الدراسة الاخيرة موصلوش للحل القطع بس تقربوا كتير قوي من الحل وده عن طريق صيرة احصائية من سيناريوهات محددة الباحثين اطلعوا على ابحاث قبل كانت معمولة على مضار كرنين وطرحوا فكرة الانظمة الفوضوية غير المستقرة سلاسية الاكسام وفي النهاية واحد فيهم بيتطرد وبيسيب غابطة صناقية بين الجسمين الباقيين بس الباحثين اقرب ان هما ما وصلوش لحل دقيق نائي بس تطوروا طريقة احصائية صح بتفسر اللي بيحصل في مرحلة الانتقال من الثلاث اكسام للجسمين وده طبعا هيساعد علماء الفيزية ان هما يتصوروا الاعمالية المعقدة دي ولما كانوا توقعتهم بنماذج متصممة حاسوبيا علشان تحاكي حركة الاكسام الفعلية لقوها متطابقة درجة كبيرة جدا طبعا الثلاث كوانين بتقول حركة اللي عملهم نيوتن سنة 1687 كلنا عالفهم نيوتن وصل فيهم لبعض المبادئ الكونية الاساسية بس وجهته صعوبات وهو بيتطبق القواعد دي على الارض والامر والشمس وطبعا دول الاكسام السلاسية الاساسية في حياة البشر كلهم وبقى صعب يتعقب تلاث اكسام باستخدام القواعدة الرياضية بعد اكتشاف الباحثين تعديلات على الحالات الخاصة فوصلوا لصيرة عامة علشان يحلوا مسألة الاكسام التلاتة الموضوع عامل زي تطبيق حاجة غياضية على تأثير الفراشة كده في فوضوية كبيرة جدا ما تقدرش تتعقبها علشان كده الباحثين استخدموا فرضية اسمها الاحتمالات او فرضية المسغانية بتعبر عن نظام حركي بتتكرر فيه الحركة نفسها مع تكرار الزمن الموافق لحدسها وده طبعا بعد استكرار الحركة دي وفيه امثلة عليها تضفق المياه في انبوبة وحركة بندول الساعة استخدم الباحثين الفرضية دي علشان تساعدهم على الوصول لاجوبة المتوسطات الحسابية علشان يتوقعوا اللي يحصل في نظام مؤين والاهم من ده مع مرور الزمن بيقل ارتباط العمليات المسغانية بحالتها الابتدائية اهمية الحل الجديد انو بيساعد العلماء على فهم سلوك الجسمين في مسألة الاجسام التلاتة عن طريق سيناريوهاك كده مثلا لو خدنا ان فيه ثلاث سكوب صودة بيدورها حوالين بعض وطبعا المضارات بتاعتها هتبقى غير مستقرة وحتى بعد ما واحد يوم يترد هنفضل مهتمين بالعلاقة اللي بين الاثنين البقيين اخر حاجة عايزة اكلمكو عليها هي الفيزية الجزائية ودي بقى فكرة عامة عن الخواص الفيزيائية للجزائيات والتفاعل الكيمياء اللي بيحصل بين الزرات وحركتها جوه الجزيين طبعا احنا عارفين ان الجزيين بيتكون من الزرات في كل زرات بيبقى فيه نواة اللي بتتكون من بروترونات ونيترونات والالكترونات اللي بتتحرك في مدارات مختلفة حوالي النواة طبعا الفيزياء الزرية اللي بتدرس نواة الزرات اللي بتتكون من بروترونات ونيترونات زائد الالكترونات مالهاش علاقة بالنواة دي الزرات طبعا احنا عارفين ان هي متعدلة الشخنة وده بسبب ان البروترونات لجوه النواة موجبة الشخنة والالكترونات سالبة الشخنة لكن النيترونات دي فتعتبر متعدلة الشخنة علشان كده السالب والموجب بالغبار علشان كها بنلاقي عدد الالكترونات والبروتونات متساوي في النواة المجموعة الكل للنيترونات اللي هو عدد النيترونات بنرمزله بالرمزة n والعدد الكل للبروتون زائد النيترون اللي هو الكتلة الزرية بنرمزله ايه بتساوي؟ n زائد زد الزد طبعا اللي هو عدد البروتونات المشكلات بالزرية بتبقى في حي صغير جدا اسمها نطاق أنجسترون ودي وحدة قياسية طولية واحد من مئة مليون من سنتيمتر وعلشان ندرس الفيزياء الجزائية لازم نهتم بالتحليل الطائفي والانتشار الجزائي دول أساس التقنيات علشان نحصل على مفهوم واضح عن الخواص الفيزيائية والتربط الكيمياء اللي بيحصل بين الزراج جوة جزائيات المابده فالأبحاث هنا ممكن تتعمل في الفيزياء والكيمياء مثلا في المجالات المختلفة للكيمياء الفيزياءية الفيزياء الجزائية بتغتكز مجالات البحث على التركيب الالكتروني والديناميكا الجزائية والتحليل الطيفي ونشاط وحركية التفاعل والمواد المكسفة وحاجات كتير جدا لحد ما خلصت حلقتنا والمصادر بتواتي السلام عليكم